بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي احنا معنا الدرس السابع تقريبا اللي هنتكلم فيه عن الفيش as a living organism دلوقتي احنا اخدنا الانيمال ان هي بتبقى different type اوكي بنرجع معها بعد ودي تكرار والولاد يسمعوه الانيمال different type عندنا bird kind of animal نوع من انواع الحيوانات طيب عندنا برضو اخدنا الانسب small animal دلوقتي بقى برضو هناخد ان الفيش sea animals يعني المنهد بتاع الدرس ده ان الفيش are sea animals يعني حيوانات بحرية نوع من انواع الحيوانات برضو بس sea animals يعني حيوانات بحرية and the living water يعني ايه حيوانات بحرية يعني ايه sea animals اصلا يعني فممكن تجيلهم جملة او برضو اللي هي اه وات زمين نجاوه في سي انيمل اللي هي سي انيمل يبقى هنعمل لها ماتش على طول يبقى هما مغمضين كده هنحط لهم الجملتين دول جنب بعض انواع مختلفة من الفيش زي ما هم موجود عندنا في السور اللي هو الشارك الحود والجولدن فيش سمكة الزهبية ولا ينفيش فهم ممكن الاسئلة دي تجيلهم هما مش مطالبين ان هما اه يعرفوا غير مثلا السور هتجيلهم السور دي بالزبط كده اه السور دي هو هي اه هيوصلوها هيقول لهم مسلا السور اللي قدامنا دي ايه اه هيصنفوها ان هي دي فش طيب اه ان هي ممكن تكون هيقول لك هيقول مسلا هيجيب السورة الاونية ويقول الشارك ار نقاط اه انيمل زفا هنكتب سي انيملز او ممكن الفيش اه 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 كلها بقى الفيش يعني النقاط هنقول الفيش اه اه فده اللي مطلوب من من الصفحة دي او من والدرس ده ان احنا هنعرف اول حاجة ان الفيش غير كده ان الفيش سي انيملز سي انيمل اكوال ليفين ووتر يعني يبقى سي انيمل زي احنا حيوانات بحرية اكوال بتسوي ليفين ووتر يعني بتعيش في المية زي هاف ديفران طايم اه يحفظوا شكل السور اللي موجودة عندهم ان دي فيش والفيش دي سي اه ليفين ووتر يبقى سي انيملز ليفين ووتر بس اه فضل لنا كمان بس الكمبارزم ما بين الليفينج والنون ليفينج وانحفظهم وانعرف برضو بعد الانون ليفينج سينجس اللي حوالينا وهنشوف ممكن تجي لهم ازاي في صورة اسئلة بعد كده هيبقى معانا فيديو كمان في ملخص كل اللي احنا كنا بنشرحه الفيديوهات اللي قبل كده وده كان هو لسون وان في يونت وان ده كان لسون واحد بس في يونت وان في الواحدة الاولى فاحنا هنلخزهم برسوم التعبيرية وبعض الكلمات اللي ممكن الولاد يحفظوها في درس ده عشان نبقى كده كان منا اللي احنا آآ بعد كده بقى هن آآ آآ بعد ما نعمل الكمبارزون والرسوم التعبيرية ان شاء الله يكونوا الولاد لقتوا معانا شوية آآ شوية كلمات وشوية آآ آآ ممكن نحلها مع بعض آآ لحد ما نبدأ مع بعض في الليسون تو يونت وان اوكي ولو الفيديو عجبكوا واستفدتوا منو ياريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب آآ وياريت تشجعوني في اي كومنت وآآ ان شاء الله نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته